عديدة هي التقارير التي تتحدث عن دور التكنولوجيات الحديثة في تغيير مصاري الحروب في أزمة أوكرانيا أسهمت الثورة التكنولوجية في إشعال الحرب وإطالة أمدها أمر يدعو إلى التشكيك في جدوى بعض المفاهيم الأساسية للعقيدة العسكرية الأمريكية مثلا بحسب صحيفة وول سريت جولنل فأيام الهجمات المدرعة الحاشدة التي كانت تغطي عدة كيلومترات من الأرض في كل مرة ولا زمانها لأن الطائرات بدون طيار أصبحت فعالة للغاية الطائرات بدون طيار ليست سوى عنصر واحد من عناصر التغيير إذ جعلت أنظمة إدارة المعركة المتكاملة الجديدة من تصوير وتحديد المواقع واستخدام الأقمار الصناعية الاستهداف شبه فوري اليوم يمكن اكتشاف رتل من الدبابات أو رتل من القوات المتقدمة في ثلاث إلى خمس دقائق وضربه في ثلاث دقائق أخرى تتمتع الطائرات بدون طيار الآن بالدقة والسرعة اللازمة للحاق بأي مركبة مدرعة متحركة ويمكنها تعطيل حتى أحدث الدبابات ومدافع الهوتر كما أن رخص ثمنها يعني أنه من الممكن استخدامها ضد أي هدف متاح وبينما تعتمد أوكرانيا على الدبابات والمدفعيات وقاذفات الصواريخ الغربية الصنع فأنها تشغل بشكل متزايد أسطولا من الطائرات بدون طيار أوكرانية وتصنعها حوالي مئتي شركة مصنعة محلية هي طائرات تتراوح بين FPV رخيصة الثمن وطائرات بدون طيار مجنحة طويلة المدى والتي تنفذ ضربات شبه يومية في عمق روسيا أيضا لحقت موسكو بسرعة بقدرات أوكرانيا وتجاوزتها في بعض الأحيان في مجال الطائرات المسيرة عندما يتعلق الأمر بالدبابات على وجه الخصوص فأن الدرس المستفاد من الحرب الأوكرانية هو أن المعارك بين الدبابات أصبحت نادرة مما يعني أن التطور النسبي للدبابة لم يعد بنفس الأهمية وفقا لمسؤولين أوكرانيين فأن أقل من 5% من الدبابات التي دمرت منذ بدء الحرب قد أصيبت بدبابات أخرى بينما استسلمت البقية للألغام والمدفعية والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار يدعو الخبراء إلى التركيز على تزويد قوات الخطوط الأمامية بكمية أكبر من الأنظم الأرخص والأبسط بينما يمكن إنتاجها بكميات كبيرة ونشرها في ميدان معركة بأعداد أكبر فضلا عن إمكانية إصلاحها